حذر مواطنون في محافظة المهرة من انتشار المبيدات السامة التي دخلت اليمن في الفترة الأخيرة المواطنون أشاروا إلى أن رشت تلك المبيدات على المحاصيل الزراعية والنباتات يسبب العديد من الأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان كما رأينا في مواقع التواصل الاجتماعي من إدخال المبيدات إلى الجمهورية وهذه المبيدات استخدمها المزارعين في كافة جميع أنواع الزراعة لذلك هذه المبيدات تأثر على المجتمع وتأثر على صحة المواطنين وكذلك نتمنى من المزارعين أن يتقوا الله في مثل هذه الأمور وكذلك نتمنى من السلطة المحلية أو من يهمهم الأمر النظر في هذه الأمر كما وردنا في الأيام هذه القريبة على المبيدات الحشرية التي يستخدمونها المزارعين لإصلاح المزارع والخضروات وهي تسبب عاقات كثيرة ومنها السرطان ومنها الناس هذه الأيام كل واحد يشل هذه المبيدات سمعنا مؤخرا أن هناك مبيدات دخلت إلى اليمن ويستخدمها المزارعين في كل شيء في الفواكه والألقات وأي شيء وهذه تضرب المواطن نتمنى من جهة المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار ونتمنى من المزارعين أن يتنقوا في مهنتهم وأن يأخذوا التي فيها منفعة للجميع ويبتعدوا عن هذه المبيدات التي تضر صحة الإنسان ونتمنى من جهة المختصة أن تهتم بهذا الموضوع اشتركوا في القناة